اهلا وسهلا بحضراتكم متابعة تلفزيون اليوم السابع في كل مكان بنواصل معكم تغطية خاصة عن اخر تطورات حادث حريق كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير ماركوريوس امو سيفين بمنطقة مبابا واللي توفى جراءه 41 شخص واصيب 14 اخرين من بينهم ضبيطان وفرضى شرطة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة اتكلم عن حالة الجسامين وقال ان جميع الجسامين واضحة المعالم ومفيهاش اي تشوهات وانه جرى تسليمهم لزويهم واوضح كمان ان المصابين يعني حالتهم مستقرة معادة حالة واحدة فقط غير مستقرة واخرى تحت المراحظة في العناية المركزة وانه ربما يغادر باقي المصابين المستشفيات غدا واكد كمان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ان الاصابات المباشرة بسبب النيران كانت بسيطة معبارة عن حالتان فقط تصيبوا بحروق في القدم واشار الى ان الوفيات جاءت نسيجة الاختناق الناتج من تصاعد ابخيرة الدخان السمة جراء الحريق بتكلم كمان دكتور حسام عبدالغفار عن تعامل الوزارة مع الحادث وقال انه تم التعامل معاه باحترافية شديدة وانه تم دفع 37 سيارة اسعاف مجهزة الى موقع الحادث في وقت لم يستغرق اكثر من 25 دقيقة وان اول سيارة اسعاف وصلت لموقع الحادث كان بعد دقيقة قليلة جدا من وقوع الحادث ويعني في النقطة دي تحديدا قال عبدالغفار انه تم ابلاغ هيئة الاسعاف بوقوع حادث او بوقوع حريق كنيسة ابو سيفين بمنطقة انبابا في تمام الساعة الثامنة و 57 دقيقة وتحرقت اول سيارة اسعاف من اقرب نقطة التمركز في مطار انبابا ووصلت لموقع الحريق في تمام الساعة الثامنة و 59 دقيقة يعني بعد حوالي دقيقتين من وصول البلاغ وتكلم كمان عبدالغفار ان اول حالة مصابة جراء الحريق وصلت مستشفى انبابا العام بعد 10 دقائق فقط من وقوع الحريق واكد مرة تانية ان السبب الرئيسي يعني للعدد الوفيات هو الاختناق والتجدس واكد كمان الدكتور حسام عبدالغفار ان المصابين حريق كنيسة ابو سيفين بمنطقة انبابا في محافظة الجيزة خرج اثنين منهم وكان هناك اربع حالات غير مستقرة انخفضوا الى حالة واحدة غير مستقرة وبقيت الحالات وضعوهم الصحي مستقرة وقال كمان ان هناك حالات احتاجت للنقل الى المستشفيات وعددها 55 حالة ووصل عدد حالات الوفيات الى 41 حالة وفاة الى جانب 14 مصاب نقلوا الى المستشفيات وخرج منهم جزء بعد التلقيهم والرعاية الطبية خلينا اقول لحضراتكم كمان ان دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة كان انتقل الى مستشفى انبابا العامل اللي اطمئنان على حالة المصابين مصابين الحادث يعني علشان يطمن عن حالتهم ويعرف اخر ما تطورت اليه ووجه خلال تواجده داخل المستشفيات بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم علشان يخفوا ويرجعوا الحياته بالطبعية في اسرع وقت دي كانت كل تفاصيل قصة بتصريحات المتحدث الرسم باسم وزارة الصحة واشكركم على حسن المتابعة كان معاكم احمد الجعفري والى اللقاء في تغطيات جديدة هندمهلكم من تلفزيون اليوم السابع فتابعونا على مدار الساعة شكرا لكم مرة تانية